كل شيء على ما يرام في الحديدة رغم التحديات هذه خلاصة المواقف التي يصدرها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث في محاولة منه للدفاع عن مهمة ينظر إليها المراقبون على أنها أشبه بالسير في طريق مليء بالأسلاك الشائكة في أحدث تصريحات له نشرتها جريدة الشرق الأوسط السعودية الصادرة في لندن شدد غريفث على أن الأمل هو رأس ماله وعلى أنه بحاجة إلى الإبقاء على الأمل وسط ما يراه عزماً لدى القيادة السياسية لكل الطرفين لوضع نهاية لمعاناة الشعب اليمني أكد غريفث في حديثه للجريدة أنه سيعود إلى اليمن الاثنين بدءاً من صنعاء مروراً بالحديدة ووصولاً إلى عدن للقاء رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك حيث ينصب تركيزه في الوقت الحالي على إعادة الانتشار في الحديدة بشكل موثوق يمكن التحقق منه مر أكثر من شهر كامل على بدء سرايان وقف إطلاق النار في الحديدة لكن وقف إطلاق النار وفقاً لغريفث نفسه لا يزال يشهد بعض الحوادث الأمنية وإقراره أيضاً أن الوضع لا يزال قابلاً للإشتعال رغم تأكيده أن واقعاً جديداً قد تشكل في الحديدة لم يكن موجوداً قبل اجتماعة السويد حتى أنه أومأ إلى تقارير قال إنها تفيد بعودة بعض سكان المدينة إلى منازلهم التي فروا منها خشية المعارك المستعرة هناك وهو مؤشر مهم من وجهة نظره على أن الوضع بات أفضل من ذي قبل لا يزال الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت يعمل إلى جانب غريفث حيث زار معاً صنعاء والرياض وأجري محادثات بناء بحسب تأكيدة غريفث لكن كاميرت سيغادر منصبه وسط استمرار الشكوك التي ينفيها المبعوث الأممي حول وجود خلافات بين الرجلين ربما تكون سبباً في دفع كاميرت إلى الاستقالة إلى جانب التهديدات المباشرة التي تلقاها من الحوثيين المفاوضات المقبلة المعنية بحسم القضايا السياسية والأمنية على مستوى البلاد يبدو أنها باتت خياراً مؤجلاً في ظل ما يصفه المراقبون بغرق المنظمة الدولية في مستنقع الحديدة التي تحيط بها مخاطر تجدد الحرب الشاملة من كل الجهات ترجمة نانسي قنقر شكرا